السلام عليكم ان شاء الله دي بداية السلسلة ان شارح منهج بتاعنا السلسلة دي مش هتبقى بنظام يعني مش هتبقى كل قدامها فيديو او كده لا هتبقى كل لما نخلص مثلا شابتر او نص شابتر هيكون ده قدامه فيديو فنكتدي على طول شابتر مش صعب خالص هو بيعرف بس ايه هو الريجريشن ويعني الطريقة البسيطة لتمثيله او الحاجات البسيطة المتعلقة بالريجريشن في الاول الريجريشن اصلا هو احسن طريقة انك تجيب بيها يعني انت لو عندك مجموعة من النقط فانت بتحاول تجيب احسن طريقة تمثل بيها العلاقة ما بين النقط دي العلاقة دي او اللي هي المعادلة اللي بتمثل مجموعة النقط دي بتتسمى الريجريشن موديل فالريجريشن موديل ده بيبقى فيه منه النوعين سيمبل او مالتبول السيمبل ممكن يكون لينير او نون لينير والمالتبول برضو ممكن يكون لينير او نون لينير الانواع دي يعني هنعرفها قدام شوية بس احنا اللي علينا دلوقتي نحن نكون عارفين نحن علينا المعادلة العادية البسيطة خالص لكلنا عارفنا ودي بتبقى سيمبل لينير ريجريشن موديل طيب المعادلة دي زي ما نشاهد واي اكوال بيتانوت زائد بيتا وان اكس بلاس ابسلون هو ابسلون ده اللي هو المفروض بيمثل الر او المسافات في المعادلة اللي لسه هنشوف الواي بنسميها الريسبونس او الديبندنت لان هي اللي بتعتمد على حاجة تانية يعني انت بناء على قيم عندك بتخش بيطلع لك واي فاكيد رواي يعني بتعتمد على حاجة تانية على اساس كده بتتغير البيتا نوت اسمها انترسيبت البيتا وان هي الاسلوب او الميل والايكس هي البردكتور او الانديبندنت الشيء المستقيل اللي بزياده اللي هو اصلا قيمة داخلة جاهزة هي موجودة وابسلون طبعا هو الارو فبيتا نوت وبيتا وان هم بارامتر يعني الكلام ده المعادلة دي هي عادي زي اي معادلة احنا تعملنا معاها قبل كده يعني انت قبل كده مثلا في اي ماناية اكتانية زي كالكراس مثلا كان ممكن تشوف معادلة عادية جدا زي اف اكس ايكول تو اكس بلاس سريد فالتو والسريد هم سوابت جوة المعادلة انت مش هتغير فيهم يعني انت عمرك ما تيجي تقول وانت مثلا بتعود عن اكس باي قيمة ان المعادلة دي يعني بقت تو اكس بلاس فور مش هتتغير فهم دول هيبضلوا سابتين فالسابتين دول بيبقى اسمهم برا متارس بس يعني ايه نفس الفكرة حتى لما كنت بنقول مثلا في المعادلة دي كنا بنقول السري دي هي الانترسبت او الجزء المقطوع من الحر الصداط اللي هو انت بتيجي من عند نقطة الاصل وتشوفها تطلع ايه في الصداط على حسب الانترسبت ده والتو دي هي الاسلوب اللي هو برضو هنا بيتا نود بيتا وان فهي نفس الفكر حتى فرق تاني يعني اللي يعني ايه برامترز لو تفتكر فيه كان فيه فرق ما بين البرامترز والستاتيستيكس لان البرامترز السابتة هي ليه علاقة بكل بس هي هي لها علاقة بسامبل ما انا ممكن اسحب سامبلز مختلفة كل سامبل منهم هتطلع يعني ارقام خاصة ديه فاحنا في حالتنا دي البيتا و البيتا وان هم برامترز سابتين دايما طيب عندنا حاجة مهمة جدا ان الواي دي احنا قلنا ان هي دلوقتي بتعتمد على اكيد على حاجة تانية طيب بتعتمد على ايه يعني احنا محددناش الواي هنا بتعتمد على ايه هي بتعتمد على الايبسل مش الاكس الاكس هنا احنا بنعتبرها سابت يعني في الحالة دي بشكل مثلا الموديل احنا بنعتبر ان الاكس سابت الاكس ما بتأثرش خالص في الواي يعني لان انت وانت ماشي هنا يعني فاحنا مش لازم نعدي على الاكس كلهم انت هناك اللي بيأثر فيك هو المسافات يعني المسافة ما بين النقطة دي لغاية الخط ماشي اسمها دي تعتبر ارور فاللي اثر لانا ليه وانا ماشي معدتش عن النقطة لان اللي اثر معي هو المسافة انا شايف احسن طريق اني امشي فيه هو من الخط ده فعشان كده مع تمتش النقط او الاكس يعني ممكن نشوف هنشوف مثلا اوضح من كده يعني مثلا في الجراف ده دي عبر عن مجموعة نقط عشوائية ما باين جدا ان في ما بينها يعني في حاجة تزايد معين بيحصل فبنسبة معينة فبيعمل شكل ان فيه علاقة ما بين النقط دي فعايزك توقف في فيديو ثانية وتجرب انت ترسم يعني relation من نفسك كده لو انت توقفه ثانية وجرب تخيل الخط هيبقى ازاي موجودة على النقط دي اعتقد تقريبا كله تخيل ان الخط هيبقى اعمل كده طيب ما انت هو يعني انت حتى جوا دماغك عارف ان انت ما تمتش على الاكس لو انت لو كنت معتمد على الاكس كنت هتاخد من النقط دي بعد كنت تروح للنقطة دي بعد كنت تروح لدي بعد كنت تمشي لدي والدي وتكمل وانت معتمد على الاكس لو الـ model regression ده معتمد على الاكس كان زمانك بتعمل كده بس هو مش معتمد على الاكس هو معتمد على ايه المسافات اللي ما بين النقط دي لغاية الخط تمام يعني لو انت كنت معتمد على الاكس كان زمانك انت تطلع عليها كلها متوصلت بعضها او اشكال تانية بايضة زي دي مثلا لا مش ممكن ده مش شكل regression model طبعا ولكن ده هو ده اللي احنا بنحاول نوصله فعشان كده احنا بنعتبر الاكس زي سابت طيب نكمل احنا عندنا قولنا ان كل مسافة من دي تعتبر يعني ايبسلون فمن نقطة دي للنقطة دي مثلا تبقى ايبسلون واحد ومن ديل دي تبقى ايبسلون اثنين ومن نهينا الهنا تبقى ايبسلون ثلاثة فاحنا بنقول ان كل error من دول هو independent يعني النقطة دي مثلا given هنا هي اصل موجودة هنا فبالتالي ال error ده يعني هو نوعا ما given كده وكلهم زي بعض وكلهم واخدين normal distribution اللي هي لو كانت حاجة في probability اسمها iid independent identically distributed فبالنسبة لكل الأرور دي عندنا عليها اربع حاجات مهمة اولا ان مجموع الابسلون بزيرو يعني لو جمعت كل المسافات دي هيطلع زيرو ومجموع الابسلون اي في الاكس اي هيطلع بزيرو يعني لو جمعت كل ارور مساكته وضربته في الاكس بتاعته وجمعتهم كلهم هيطلع زيرو والمين للابسلون اي ده برده في زيرو والباريانس للابسلون اي بسيجما سكوير طبعا الحاجات دي ليها اثباتات بس اثباتاتها مش عليناها مش هنجغل بالنها هوا عندنا حاجتين مهمين عايزين نجابان احنا دلوقتي عارفين ان الواي هنا على الابسلون فاحنا عارفين ان الابسلون هو نورمال ديستريبيوشن بما ان الواي لها ديستريبيوشن فعايزين نعرف ايه المين والباريانس بتوعها المين بتاع الواي هو المين بتاع القانون ده احنا عارفين ان الواي بتسوي ده فهنجيب المين للقانون ده حاجة كده نفتكرها على جمب ان المين لأي كونستانت بيطلع نفس كونستانت والباريانس للكونستانت بيطلع زيجوه تمام؟ فهوزع المين على كل واحدة منه هيبقى المين بتا نود والمين لبيتا وان اكس اي والمين لأبسلون اي تمام؟ المين لبيتا نود هيطلع كم؟ بيتا نود ما هو؟ في مين كونستانت بيطلع كونستانت هيطلع بيتا نود المين لبيتا وان اكس اي.. برضو احنا بقى قلنا... قمنا بيطا ايه العارفين ان اوي كده é كده knows what's left براملة ما بيتغيرش…. والاكس اي لسا هاي لنين من شوية ان احنا هتعمل معنا إليقى قونا بنها كونستانت دايمة، فهتطلع برضو بيتا وان اكس اي زائد المين للابسلون عارفيه من فون هو?, بزيرو، فخلاص مش هيتحسب يبقى ال mean y هيطلع beta1 زائد beta1 xi طيب variance y هيبقى variance للقانون ده فهنوزع variance على مهمة التلاتة variance beta1 دي يعني هتطلع بزيرو لان احنا قلنا variance السابق بزيرو برضو نفس الكلام v beta1 xi هيطلع زيرو لان اللي تنسى وي variance هيطلع سيجما سكوير لان احنا عارفنا من هنا تمام فيبقى عندك ان yi هي normally distributed المين بتاعها هو beta1 xi و variance بتاعها هو سيجما سكوير وده هتبقى يعني هتبقى حاجة مهمة جدا هنستخدمها بعديده طيب احنا في الموديل اللي هنشتغل عليه مش شرط يكون معانا دايما ال beta1 يعني ما ممكن عادي يديك موديل من غير ما يديلك البرامترز دول طيب في الحالة دي بنعمل ايه بنجيب لهم estimation او قيمة تقريبية ليه بطريقة least square method ايه هي طريقة least square method بقى اجيب summission بتاع error المترمى تمام يعني احنا هنا بنفرد L اللي دي رمز كده عندنا هو بيساوي summission epsilon i square تمام احنا عارفين سميش الابسلون اي ده ان هو واي اي ناقص beta node ناقص beta 1 x i من الموديل بتاعك عادي يعني هنا عشان اجيب الابسلون في طرف لوحده فتبقى الواي ناقص beta node ناقص beta 1 x i تمام سميش الابسلون ويطبق عليه اللي سميش الابسلون للتربيع والطرف ده بيبقى اسمه sse او sum square arrows مجموعة تربيع الاررول او نسمة الخطط فمن دي هحاول اني اجيب قيمة تقريبية للبيتا ناود والبيتا 1 طيب ازاي قدر اني اجيب قيمة تقريبية عن طريق البرجل derivative فهعمل برجل derivative للل دي بالنسبة البيتا ناود وطبعا بما ان انا بجيب قيمة تقريبية فما ينفعش بعد كده اسيب بيتا ناود زي من هي وبيتا وان زي من هي ما انا بجيب لهم قيمة تقريبية ما دي مش قيامهم الحقيقية فبدل بيتا ناود بخليها بيتا ناود هات يعني اعتبار ان هي استيميشن وبدل بيتا وان بخليها بيتا وان هات تمام فهعمل برشل اللي اكني دي هاشترقها عاديا فهنزل الاتنين قدام تطلع برد الصمميشن مش هتفرق ايا كونستنت يعني فيه صمميشن ده فيه derivative اللي جوه القوس طيب المشتقط اللي جوه القوس بالنسبة البيتا ناود طبعا ده كونستنت ملناش دعا وده برضو كونستنت ملناش دعا يبقى مشتقط النيجاتف بيتا ناود ايه فهدرب هنا في نيجاتف وان كل ده بيسوي الزيرو لان هي دي الطريقة اللي اسسكوير ميسود ان انت لما بتكيب البرشل دراب بيتا اا والاستيميشن اللي انت عايزه كلام ده بيبقى بيسوي زيرو فهندرب مثلا النيجاتف دي في الطريق برة لان كونستنتبار يطلع يبقى سلب اثنين مضروبة في المستـم الـ ااااااا واللو بيستـوى 0 فإيه لازمة السلب اثنين건يملي cambiبيعنا الآن ارتبع إلى خيار والارة لزيد دون فكرة المضروبةATE اسمينا على سلب اثنين أن التعامل بيستـ� افطار تمام حوزى عليهم السمميشن يبقى السمميشن لل واي اي ناقص سمميشن لبيتا نود ناقص سمميشن لبيتا وان هات اكس اي ساوى زيو السمميشن لل واي اي برضو ناقص مجموعة حاجة ثابتة يعني لو في رقم مجمعه ان من المرات فهيبقى ان في بيتا نود هات يعني يا الفكر لو انت بتجيب مثلا مجموعة مجموعة ثلاثة مثلا اربع مرات فهتبقى ثلاثة متكررة اربع مرات فاكنك بطول اربعة في ثلاثة الاي انت كام مرة هتجمعها على نفسها عادي فهتبقى اي ناقص ان بيتا نود هات ماشي اي ناقص البيتا وان هات هي عاديا برضو قيمة كونستانت معين فهتطلع برضو تمام الايكس اي برضو احنا بنعملها على انها كونستانت بس الايكس اي هي قيمة متغيرة يعني خلي بالك هي الايكس اي ذات نفسها مش كونستانت بس احنا بنعملها على انها كونستانت في الريجريشن موديلا لان احنا ما تمدناش عليها تمام ناقص البيتا وان هنا تطلع برا ويحدي بقى سمميشن اكس اي كله ده يساوي زيرو هقسم على ان كله فيبقى سمميشن واي اي على ان ناقص ان بيتا نود هات على ان ناقص بيتا وان هات في سمميشن اكس اي على ان بتساوي زيرو هنا لو تفتقي وايه سمميشن واي اي على ان بي اي بص هنا سمميشن الاي على ان بتطلع واي بار فلو اي حاجة يعني اللي هي المجموعهم على عددهم هيطلع ايه المين بتاعهم او الوسط الحسابي بتاعهم ناقص الان هنا راحت مع الان يبقى ناقص بيتا نود هات ناقص برضو سمميشن اي على ان هتطلع ايه اكس بار ماده المين فهتبقى ناقص بيتا وان هات اكس بار بتساوي زيرو هجيب طبعا خلص بقت سهلة هجيب البيتا نود هات في طرف الوحدة هتطلع ناقص بيتا وان هات اكس بار يعني ده قانون الستيميشن لبيتا نود هات طيب احنا كده جبنا بيتا نود طيب نجيب بقى بيتا وان نفس الفكرة بالظبط هعمل برضو بارشاد دريفتف بس المرة دي بالنسبة لبيتا وان وكل بيتا نود هلاقيها هشيلها وحط بيتا نود هات وكل بيتا وان هلاقيها هشيلها وحط بيتا وان هات تمام هعمل برضو لانزل من الاس ونقص منه واحد بس انا وانا بضرب بقى في المشتقة اللي جوه القوس انا بشتقى بالنسبة لبيتا وان فبيتا وان هنا هيبقى دريفتف بتاعه ايه نيجاتيب ايكس اواي تمام فبردو النيجاتيب ده مالوش لازم هيطلع باره ولو قسمت على سابتين هنا وهنا هيتبقى في الاخر ان السميشن ده كله بيساوي زيو تمام ال ايكس اواي دي اللي هي مضروبة لان انا بشتقى بالنسبة لبيتا وان هنا المرة اللي فات كان بالنسبة لبيتا نود فما فيش جنبها حاجة فكان نيجاتيب بس المرة دي بيتا وهيكان ما مستف spatial تبقى بقة سابقة للخطرة للخطرة في البداية الان هات فتهية Cooking stabilise يلبي بقتا الكلام ده كله بيساوي 0 هجيب الـ لوحدهم تمام وهفك بيتا نود هتتفك وهتبقى ناقص بيتا وان هات اكس بار احنا عرفنا من هنا مش جبناها من هنا فبالتالي هتتفك تمام المضروب في سمميشن اكس اي زائد وهنا احنا ودينا كل ده ودينا نحطنا تمام يعني ان دي موجب دي كانت نيجاتيف بيتا نود هات فراحت هناك بوزيتف دي كمان نيجاتيف رحت هناك بوزيتف بقت هنا زائد بيتا اون هات في سمميشن برضو اكس اي سكوير بقى عندنا ان سمميشن اكس اي واي اي بيساوي وي بار في ان اكس بار ناقص ان بيتا وان هات في اكس بار سكوير ايه الكلام ده هي سمميشن اكس اي دي لو رجعنا القانون فوق مش ممكن نشيل سمميشن اكس اي وعبر عنها بي اكس بار في ان اهي 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 روحت لي فوق مش عادة ايه سمميشن اكس اي ممكن تساوي ان في اكس بار مش كده يعني انا ممكن نشيل دي وحط المكانة ان اكس بار تتضرب مرة مع الواي بار ومرة مع البيتا وان هات اكس بار فلما تتضرب مرة مع الواي بار هتبقى ايه واي بار ان اكس بار مش كده ناقص دي تتضرب مع الطرف التاني هتبقى ناقص ان بيتا وان هات في اكس بار سكوير بس يعني زائد بيتا وان هات في سمميشن اكس اي سكوير هيبقى عندنا ان سمميشن اكس اي واي اي نزل زي ما هي اخدت الطرف ده ماشي لان ما فوش بيتا وان انا كل ده عايز اجيب البيتا وان في طرف الواحدة يعني انا خلاص عملك بس بحاول اجيب البيتا وان لوحدة فحاخده وطلعه بره بالنكتب يبقى ناقص تمام بتساوي يتبقى لدول ماشي فحاخد منهم البيتا وان هات عامل مشترك ويتبقى سمميشن اكس اي سكوير ناقص ان اكس بار سكوير لان دي اشارتها بوزيتب فالفرق انا نجدتها الاول وبعد كده دي نيجاتيب فاضل زي ما هي نيجاتيب لافيش اي اشارتها تغيرت من هنا الهند تمام بس كده بقيت معي ان البيتا وان هات موجودة في حتة كده لوحدة جوا قانون كبير ممكن عادي اجابها بقى لوحدها اللي هو اقسم مشترك bout bab اللي هو سمميشن اكس اي واي اي ناقص ان اكس بار واي بار على النحية التانية اللي هي سمميشن اكس اي سكوير ناقص ان اكس بار سكوير ودي القيمة التقريبية فيبيتا وان هات فاخنا عندنا tylko نقطة بسيطة ان اللي فوق ده الكله من اسميه اس اكس واي اي هو سمميشن اكس اي واي اي نايص ان اكس بار واي بار ي consome Savage y اللي تحت ده بنسميه SXX فيبقى عندك بتساوي SXY على SXX حتى الان يعني ده المفروض ان ده بروف للقوانين دي المهم جدا انك تكون عارف القانونين دول وده بروف ليهم ومهم جدا انك تكون عارف البروف لان يعني مش ممكن يجيلك في الانتحان البروف مثلا انت تكمله او ممكن تستخدم الطريقة دي يعني في موديل تاني ما انتم مش احنا كل ده بنشتغل على الموديل الاساسي بتاعنا اللي هو ده طب افرد غير الموديل لأ هتحتاج تعمل الطريقة دي من اول لان في الحالة دي قيم بيتا نودهات وبيتا وانهات هتتغير فلازم تكون معارف الطريقة دي شغالة ازاي مش مجرد بروف تحتازه يعني طب ناخد كده مثال بسيط يعني تطبيقا على اللي احنا لسه واغدينه ما اديلك موديل عادي اللي احنا عارفينه هو y equal beta node زائد beta 1 xi زائد epsilon حيث epsilon دي distributed normally zero sigma square عارفين كل الكلام ده يقول لك زير R6 observations ان في عندك ست نقط بعمل لهم مديني السميشن yi والسميشن xi والسميشن xi والسميشن yi ومديني كل حاجة تمام يعني ممكن مدينيش كده ممكن مديني مجموعة نقط وانا اعاد اجمع ال y واجمع ال xi واجمع ال xi square لو اجيبها الاول xi square لو تبتكت زي في كنت بتعمل الجدول اجيب xi square وبعد كنت اجمعهم في الاخر وهكذا فالن بتسوي ستة هاجيب الاول x bar x bar بتسوي ايه مجموعهم على عددهم طب هو مجموعهم اللي هو ايه بستة على عددهم ستة تطلع واحد بنفس الطريقة بالضبط هاجيب ال y bar اللي ايه مجموعهم تمالية ونصة على عددهم ستة واحسب بالقوانين عادي ال beta one hat بقانون اللي احنا عارفينه اللي هو sxy على sxx ماشين اللي هو ده لسه جايبينه واحسب اشوف هتطلع كام واحسب برضو beta node hat عادي بنفس القانون اللي هو ال estimation متاعه واشوف هتطلع كام طيب في حاجة مهمة جدا هنا لازم نقولها ان sxy ملاش قانون واحد يعني احنا عارفين ان هي بتساوي summation x i y i ناقص n x bar y bar لعية ممكن تساوي برضو summation x i ناقص x bar كل ده مضروب في y i ناقص y bar ممكن تساوي برضو summation x i ناقص x bar كل ده مضروب في y i طيب احنا يعني ازاي القوانين دي جت من بعضها كده خلينا نمسك القانون اللي في النص ده ماشي اللي هو summation x i ناقص x bar في y i ناقص y bar ونحاول كده يعني نقعد نلعب فيه شوية نشوف ممكن يوصل ليه هضرب القوانين دول في بعض ووزع summation يعني x i في y i هتنزل summation x i y i x i في y bar هتنزل ايه يبقى ناقص هنا summation x i في y bar تمام? x bar في y i يبقى ناقص summation y i في x bar x bar في y bar طبعا السلف في السلفة هتبقى موجب summation x bar y bar دي هتنزل زي ما هي وي y bar هنا تعتبر كونست لان جوه summation الحاجة اللي ما فاش i هي سابت عادي فتطلع بره لsummission فاشه يبقى y bar تطلع بره برضو نفس الكلام هنا x bar تطلع بره وهنا اللي اثنين اصلا سابت فنفس فكرة اللي قلناها قبل كده لو انا بجيب summation لسابت فيبقى n في السابت ده لها n x bar y bar تمام? هي هتنزل زي ما هي نقص مش احنا اتفقنا ان summation x i دي هي عبارة عن n في x bar مش كده يعني لو اطلعنا رجعنا فوق اي مش summation x i هي n في x bar لو دراك دول فيبعاد هيدينا summation x i نفس الكلام مع ال y i مش summation y i دي هي n في y bar تمام يعني انا ممكن اشيل هنا اي ممكن اشيل اي ممكن اشيل summation x i دي واخليها n x bar مضروبة في ال y bar اللي هي موجودة اصلا تمام؟ نفس الكلام هنا ممكن اشيل summation y i دي واخليها n y r مضروبة في ال x bar مضروبة في ال x bar اللي هي موجودة اصلا تمام؟ زائد هي دي نزل زي ما هي n x bar y bar اا واحدة من دي هتروح مع واحدة من دي دي واحدة بال negative واحدة بال positive راح مع بعض ويتبقى لك summation x i yi n- x bar y bar اللي هو اصلا اللي احنا جايبينه وعارفينه من الاول تمام؟ فده اثبات ان اللي تنزل بيساوا بعض طب التالت هاخد برضو التاني ده تمام؟ والمرا دي هضرب القص كله في واحدة واحدة يعني كل القص ده اللي هو x yi n- x bar مضروف yi تمام؟ ناقص x ii n- x bar مضروف y bar تمام؟ الحتة دي لوحدها بده اطلع ب zero تعال بص كده اللي مبدأين ال y bar ثابت يطلع بره summation يبقى عندك y bar صح؟ اللي ال y bar هتنزل هيبقى هوزع summation دي جوه هيبقى summation x ii n- x bar صح؟ دي برضو ال y bar نزل زي ما هي summation x ii n- x bar x bar ثابت فهخليها يعني n في x bar لان انا قلت لما بعمل summation لثابت يبقى n في الثابت ده تمام؟ برضو ال x bar دي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن summation x ii على ال n مش كده القانون اللي كان لسه فوق فلو فكيت x bar خليتها summation x ii على n ال n هتروح مع ال n ويتبقى summation x ii ناقص summation x ii ب zero طبعا في ال y bar بر 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 بر. المستندتك على سابت الماضي ٩ ايه assisted التي يعhigh ويتبقى والها و Load و размت DO رايح تمام ويبقى بيساوي سبميشن اكس اي نا اس اكس بار كلها في واي اي اللي هو ده تمام فكده احنا اسباتنا ان القوانين دي بتساوي بعض وكلهم هما اس اكس واي بنفس المنطق كده لو ماشينا مع اس اكس اكس هنطلع برضو القوانين دي يعني بنفس تقريبا الاسباتات من الفكرة بس ان اللي في النص ده ممكن اللي اتنين دول يضربوا ببعض يعني هنا دول ما في بقى لما يضربوا ببعض هيبقوا حاجة اكبر مش هيبقوا حاجة واحدة بس انا دول لو ضربوا ببعض هيديك اكس واي نا اس اكس بار لكل سكوير ولازم يعني تكون عارفة ان الاس اكس اكس دايما موجب دايما هتطلع موجب بسبب السكوير ده يعني هي اصلا قانونها عبارة عن سكوير فحتى لو هي نجدف بالسكوير هتطلع بزيطة فهي دايما موجب طيب احنا دلوقتي جبنا بيتا نود هات وبيتا وان هات وعارفين ان دول قيم تقريبية دول مش قيمة بيتا نود وبيتا وان بالزبط فبالتالي القيم دي ممكن تتغير مع الموديل يعني انا لو الموديل اتغير فقيمة بتاعها هيتغير تمام فيبقى بالتالي دول ممكن يكون ليهم طيب ما احنا عايزين نجيب بتاعهم ده اللي هو برضو هيبقى نورمال زي بقية الاكوشن والمعادلات بتاعها الاول نحاول نجيب بتاعها بيتا وان هات طيب ايه القانون اصلا بتاع بيتا وان هات اللي هو سمميشن لي اكس اي نائس اكس بار كل بي واي اي على سمميشن اكس اي سكوير لائس ان اكس بار سكوير ده هو هو مكابل للفوق يعني احنا اثبتنا شوية ان الاس اكس واي لها اكتر من القانون فاحنا شلنا الفوق وحطينا واحد اسهل في التعامل معها عشان نجيب الديستربيوشن, ففي كل الده مين يعطبر يعني يتغير او بيتغير احنا اتفقنا ان الاس اكس كونستنت او يا مش كونستنت بالذط بس احنا بنتعامل معها انها كونستنت في الريجليشن عموما فممكن عايزين نخلي الواحدة فيبقى الصميشن اللي ده كله مضروب في الواي اي كده احنا زبطنا الشكل نجيب المين والباريانس عشان نعرف بتاعه المين لبيتا وان هاد هيبقى المين لكل ده الشكل اللي احنا لسا جيبينه الشكل اللي تحده اللي هو اس اكس اكس عشان انتم بسوا حطيت اس اكس اكس عشان يبقى اسهل في الكتابة طبعا ال اي بعدها كونستنت فهيحصل ايه هيتلع برا لو تبتكر المين لما يخش علي كونستنت مضروب في الفاريابل بيطلع كونستنت برا زي ما هو اي دي فالكل ده هيطلع برا زي ما هو مضروب في ال اي لل واي اي تمام ده برضو هينزل هو ايه ال اي في ال واي اي دي مش احنا جبنا فوق ان ال واي اي ديستريبيوتد نورمالي البيتا نوت زائد بيتا وان اكس اي وي سيجم سكوير يعني الاسبات ده كان فوق لو مش فاكر بالزلط ده جزي ارجع شوية فحنشيل مكان المين بتاع الواي اي وحنحط مكانه قيمته عدلية بيتا نوت زائد بيتا وان اكس اي تمام اللي فوق ده بزيره هنا في الجزء ده الاول هنضربه مرة مع البيتا نوت ومرة مع البيتا وان اكس اي فلما يتضرب هنا مع البيتا نوت وهيتضرب هنا مع البيتا وان اكس اي فهنا ده هيطلع زيره ليه احنا مش فاكر الحتة دي فوق لما ضربنا هنا اهي الشكل ده لا كل ما تشوف ده اللي هو سمميشن اكس اي ناقص اكس بار لو هو مضروب في كونستنت هيطلع زيره دايما لان الكونستنت مش بيقصر كده كده هيطلع برا السمميشن والسمميشن ذات نفسه الواحد وزيره تمام؟ فهنا دي هتبقى زيره كلها بالبيتا نوت طبعا راحت زيره في اي حاجة زيره برضو زائد هنا ده ما يطلعش زيره طب لانه هو مضروب في اكس اي الاكس اي دي هي بتتأثر بالسمميشن خباك الاي دي اللي هو العداد بتاع السمميشن يعني هنا ببقى كتب مثلا اي بتساوي واحد لاي رقب فوق ف الاي ده ده العداد بتاع السمميشن فالاكس دي هتتغير مع العداد يعني فهي مش هتطلع برا السمميشن ده لوحده بزيره تمام؟ او مضروب في كونستنت هيطلع برا ومش هيأثر بس هو هنا مش مضروب في كونستنت تمام؟ فيتبقى عندي بيتا 1 في كل ده لوصم مشن اكس اي ناس اكس بار كلها مضروبه في اكس اي على اس اكس اكس طيب هو ايه اللي فوق ده؟ اللي فوق ده لو رجعنا شوية هنلاقي ان ده هو اس اكس اكس يعني اس اكس اكس ليها اكتر من قانون فده واحد منهم هنرجع يبقى عندنا نبقى اهنا في الميه يبقى عندنا هنشيل ده وحط مكانه اس اكس اكس على اس اكس اكس هتطلع واحد في بيتا 1 تطلع بيتا 1 يبقى المين لبيتا 1 هات تطلع بيتا 1 تمام؟ طب نجيب الـ 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 تمام؟ الـ الـ يعني ده عبارة عن كونستنت اللي هو الصممشن ده من غير الـ ده كونستنت والـ الـ 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 لما يخش على الـ هيعمل فيه ايه؟ يطلعوا بره سكوير فده هيطلع بره اللي هو سكوير يبقى سممشن اكس اي نقص الـ الكل سكوير على اس اكس اكس سكوير في طيب هو اللي فوق هنا ده اللي هو مين؟ لو رجعنا برضه حتة شوه ده؟ اللي هو برضه اس اكس اكس تمام؟ يعني اللي فوق ده ممكن يتشال لو طبعا من السممشن ويتحط مكانه اس اكس اكس متحت لسه في اس اكس اكس سكوير الفاريانس للـ الي اي اي جبنها قبل كده اللي هي بيه سكوير تمام؟ فاس اكس اكس فوق هتروح مع واحدة من تحت لان دول سكوير في سكوير يبقى سكوير على اس اكس اكس وده الـ بتاع بيتا وانهات يبقى انت عندك بيتا وانهات ديستريبيوتد نورمالي مع بيتا وان كمين لها وسيجما سكوير على اس اكس اكس تمام؟ يعني اتمنى تكون واضحة لقاتنا تاني حاجة هنجيبها هو البيتا نور هات طيب البيتا نور هات هو ايه القانون بتاعها؟ هي هو ناقص بيتا وان هات اكس بار ده اللي احنا عارفينه اللي هو الاستيميشن بتاعها تمام؟ كل الده يعني فك لها وكل دي قانونين انا ممكن اجيب منها المين وانهات بس انا استخدمت ده لانه كان اسهلوم بسرحة ماشي؟ والطريقة اللي جاية دي يعني هي مختلفة شوية يعني الطريقة اللي الدكتور قالها في المحاضرة بس اا يعني انت معلكش proof بالظبط بس عليك تبقى فهم ازاي انت ممكن تمشي خطوات وازاي تفك وتعمل كلامه فهنجيب المين لي وي بار ناقص بيتا وان هات اكس بار هنفك الواي بار دي هخليها واحد على ان في سجما واي اي اي او في سمميشن واي اي ناقص بيتا وان هات اكس بار تمام ايه واي بقى اللي هو المين فكيته بس واحد اللي هو المجموعة هما العادة المين هتخش على الاثنين دول طبعا ده واحد على ان ده كونستنت هيطلع برا في سمميشن للمين واي اي لو هي مين سمميشن او سمميشن مين ما تفرقش يعني مين فيهم يجي لأول مش مشكلة ناقص الاكس بار برضو كونستنت هتطلع برا في المين بتاع البيتا وان هات تمام الحتة دي هيبقى عندك واحد على ان نزل برضو في سمميشن هو ايه المين بتاع الواي اي عارفينه اصلا بيتا نوات زياد بيتا وان اكس اي فيبقى واحد على ان في سمميشن بيتا نوات زياد بيتا وان اكس اي ناقص اكس بار هو ايه المين بتاع بيتا وان هات لسه جمي نفوق بيتا وان يبقى ناقص اكس بار بيتا وان يبقى عندك واحد على ان السمميشن ده هدخله جوه في سمميشن سمميشن اا البيتا نوات زياد بيتا وان طبعا كونستنت منهاش دعوك في سمميشن الاكس اي كله ده ناقص اكس بار بيتا وان بيتا وان يبقى واحد على ان السمميشن بيتا نوات هتبقى ان بيتا نوات اوه 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 او المجموعة مع عددهم هيطلع x bar في بيتا 1 ناقص x bar في بيتا 1 يروحوا مع بعض ويتبقى بيتا نود من كل الاسبات ده احنا جبنا ان المين للبيتا نود هات هو بيتا نود تمام يعني ما يريد متمنى تكون الخطوات بين انا عملت ايه بالظبط في كل حيات طبقو الـ VARIANCE بتاع بيتا نود هات هو برضو الـ VARIANCE ليه واحد على M في سمشن yi ناقص بيتا 1 هات في x و 8 هو هو القانون ده بس فاكيت الـ y bar تمام الـ VARIANCE قلنا لما بيبقى فيه CONISTENT مضروب في VARIANCE بيطلعه بره بسكوير يعني الـ VARIANCE لو داخل على CONISTENT الوحده بيبقى 0 بس لو الـ CONISTENT مضروب في VARIANCE بيطلع بره سكوير الـ CONISTENT بيطلع بره الـ VARIANCE سكوير فالواحد علينا تطلع واحد علي N سكوير في سمشن للـ VARIANCE ليه الـ yi ناقص الـ x bar هتطلع x bar سكوير في الـ VARIANCE للبيتا 1 هات تمام الواحد علي N سكوير نزلت في سمشن sigma سكوير ناقص الـ yi بكام بسيجما سكوير نزلنا ناقص x bar سكوير نزلت فإحنا وجبنا برضو الـ VARIANCE بتاع الـ beta 1 هاتطلع بـ sigma سكوير على SXX تمام يبقى واحد علي N سكوير في سمشن 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 ناقص الـ CONISTENT لكن ده مفوش قوي يبقى N في الـ CONISTENT يبقى واحد علي N سكوير في N سيجما سكوير ناقص الـ x bar سكوير مانش هي زي ما هي مضروبة في سيجما سكوير على SXX هنا في N واحدة من هنا تروحوا مع واحدة من الاتنين اللي تحت تمام ويتبقى لك سيجما سكوير على N ناقص x bar سكوير في سيجما سكوير على SXX زي ما هي هي هاخد من هنا سيجما سكوير عمل مشترك تطلع براه يبقى سيجما سكوير واحدة فيه يتبقى هنا واحد علي N ناقص x bar سكوير على SXX ويبقى كده عرفنا ان البيتا نود هات distributed normally مع بيتا نود كمين لها وسيجما سكوير في كل ده كvariance يعني ده قيمة الباريانس بتاع بيتا نود هات تمام من اللي احنا شفناه اكيد بما ان المين بتاع البيتا 1 هات تلع بيتا 1 والمين بتاع البيتا نود هات تلع بيتا نود يبقى بيتا نود و بيتا 1 دول unbiased estimator لو تفكرها probability 2 المين للإستيماتور لما يطلع هو هو القيمة بتاعتي او هو هو البرامتر اللي انا بحسبله يبقى دول اسمه unbiased estimator تمام؟ او estimator غير متحيز يعني طيب ناخد النساء البسيطة على الكلام اللي احنا لسا يلين هنا مديني yi بتساوي beta 1 x i بس مش مديني ان هي beta node زائد beta 1 x i يعني هو هنا ايه؟ مديني model مختلف و epsilon i تستخدمت normally zero sigma square ماشي find the least square error for beta 1 اهي انا ياسف انها دي المفلوم كلمة دي متبقاش error تبقى estimator مش error تمام؟ فعيزني اعمل طريقة least square واجيب بيها beta 1 hat تمام؟ وبعد كده اشوف اسكن beta 1 hat unbiased واجيب الباريانس بتاعه تمام؟ واحدة واحدة كده نمشي في السؤال اول حاجة مهمة نعملها ايه؟ الموديل مش اللي احنا عارفينه الموديل هنا مش الموديل اللي احنا عارفينه الي هو y i بتساوي beta node زائد beta 1 x i لا الموديل هنا اتغيره فبالتالي المين لل i والvariance لل y i المين لل y i والvariance لل y i ممكن كما نتغيره يعني ايه؟ انت لو حسبت هنا المين لل y i دي هتبقى المين ل beta 1 x i زائد المين لل y i المين ل y i بزيرو مناش دعابي طب المين لل beta 1 x i ب beta 1 x i فاتغيرت يعني المين لل y i ب beta 1 x i قبل كده كانت ب beta node زائد beta 1 x i مش كده فانت اخد بالك لو الموديل اتغير انت بس انت مش هتحسب اللي هو عايزه في السؤال بس بس لأ انت كمان ممكن تحسب حاجات تانية يعني خد باقي لان كل حاجة معتمد على حاجات تانية اصلا في الحاجات التانية دي ممكن تتغير والvariance بتاع y i برضو لما تحسبها هتطلع على sigma square عادي زي الموديل اللي احنا عارفين تمام؟ نبتدي بقى نشتغل عادي L اللي هو طريقة هي هي او مجموع تربيع الأرور الأرور بتاعنا اللي هو y i ناقص beta 1 x i تمام؟ من هنا بجيبهم القانون ده هو مديني اصلا الموديل فانا بشتغل على الموديل ده يبقى y i ناقص beta 1 x i لكل تمام؟ هعمل عادي هاشتقوا كل beta 1 ألاقيها هاشلها وحط beta 1 هتبقى دي هنا الاتنين تنزل واشتقت بالنسبة beta 1 فهيبقى هضرب في negative x i negative تلعج برا من هاش لازمة وال x i فضلت جوه هي كلام ده كله بيساوي زيرو يبقى ده الجزء ده كله يساوي زيرو هدا هدرب x i جوه هنا وهنا ودخل يبقى x i y i تمام؟ ناقص beta 1 هات طبعا تلعج برا للم constant في summation x i square كلام ده كله بيساوي زيرو يبقى beta 1 هات بتساوي summation x i y i على summation x i square يعني دي بقيت معادلة عادي هجيبها في طرف الوحنان وكده انت جبت قيمة الاستيميتر ده لو عايزو في ايه تمام؟ طب show that beta 1 هات is unbiased يعني لما تحسب المين بتاعها هيطلع هو هو البرامتر بتاعها طب نشوف المين اللي بيه طوان هات هو هو المين لي summation x i y i على summation x i square هنسا جايبين بيه طوان هات فالجزء اللي تحت تمام؟ يعني وهو كمان summation x i دي constant بالنسبة لل اي بالنسبة لل اي نوعية وكل ده constant constant فهتطلعه برا والي تخش على y i تمام؟ فالي اللي هي المين تخش على y i وكل الده constant مضروب في variable ده اللي هو y i فكل الده طلع برا في المين لل y i كل ده لسه موجود برا زي ما هو او المين لل y i اللي هو مين beta 1 x i تمام؟ ولازم هنا تاخد بالك لان دي يعني كان ممكن مسلا با عملها beta node زي beta 1 x i لا المودل تغير فالممكن وال variance ل y i تغير تمام؟ فحضرب beta 1 x i اللي هنا x i دخلت دربت برضه مع x i دي بقت summation x i square والبيتا 1 طبعا constant ملنش دعوه بيا summation x i square راحت مع summation x i square ويبقى بيتا 1 وكده احنا اثبتنا تكتب له بعد كده هي Unbiased Estimator لان لما بعمل بجيب المين للإستيماتور بيطلع هو هو البرامتر بتاعي فسهلة مش صعب بعد كده هجيب الvariance لان هو عايز كده الvariance لبيتا 1 هات هاي بقى الvariance لبيتا 1 هات اللي انا جبتها ماشي كل الده برضو يعتبر كونستانت من غير الواي اي اللي باقي كله يعتبر كونستانت فالvariance بيطلع الكونستانت اللي مضروب في الvariable برا بسكوير فاللي فوق دي هتبقى Submission XI Square واللي تحت هتبقى Submission XI Square لكل سكوير اللي هي Submission XI Square في Submission XI Square فواحدة يعني Submission XI Square هتضيع واحدة من السكوير اللي تحت في الvariance بتاع الواي اي هو ايه الvariance بتاع الواي اي سيجما سكوير فيبقى يتبقى فوق سيجما سكوير على Submission XI Square لان هي هنا تعتبرك انها باور فور فوفوق باور تو فيتقسم مع بعضها هتبقى Submission XI Square وكده انت كمان جبت له الvariance اللي هو عايزه وكده حلت السؤال اه خلاص كده دي كانت اخر حاجة يعني وطبعا كده الشابتر لسه مخلصش بس اه يعني ان شاء الله في لسه جزء تاني هنخلص في الشابتر هيبقى على جزءين اه يمكن شوف الدنيا لذيذة شوي وهي فعلا لذيذة بس انت لازم تجرب تحل بنفسك لازم تبص مسائل الشيت لان في افكار مش هتعرف تجيبها من مجرد انك تشوف الشرح يعني محتاج انك تجرب تحل بنفسك فانت شفت الشرح فضل حل وان شاء الله الدنيا تبقى سهلة وشكرا